طيب كده نكون خلصنا اخبارنا في جوة النادي الاهلي طيب ليه الاخبار قليلة لان حضراتكم عارفين موسم خرصة كل الفرق دلوقتي في مرحلة الاستعداد المنتخبات بتشارك يا اما الفرق بتستعد الموسم جديد سواء بصفقات سواء باجهزة فنية جديدة سواء 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 احنا في مرحلة السيتب بتاع الفرق كلها مش في النادي الاهلي بس فهتلاقي الاخبار الرياضية قليلة بس يمكن مع المنتخبات الليها اخبار اكتر منتخب اللعاب القوة في مصر سافر تونس عشان يشارك في البطولة العربية منتخب مصر اللعاب القوة وصل الانبارح تونس عشان يشارك في النسخة رقم 22 من البطولة العربية واللي بتلاقي في تونس من خلال الفترة من 16 لحد 20 يونيو اللي احنا فيه بحستنا مشارك فيها 31 لعب ولعبة 19 لعب و12 لعبة دي صور طبعا من ارض المطار وهم مسافرين والمناسبة دي لازم نقول لكم ان محمد مجدي حمزة لعبنا طبعا حقق المديلية الفضية في منافسات دفع الجلة واسراء سمير في منافسات الوثب العالي والبطولة دي هيشارك فيها 20 دولة عربية والبطولة اللي هي اهمية كبيرة لانها مؤهلة بشكل مباشر للمبيات اللي جاية في حال تحقيق الرقم التأهيل ودي حاجة كويسة جد لبطولة عربية ممكن اللي حقق فيها رقم التأهيل يتأهل ودي حاجة كويسة البطولة تعتبر هي الفرصة الاخيرة للعبة منتخب مصر في التأهيل واللمبيات خصوصا مع الغابة بطولة افريقيا واللي قابلتها مشاكل كبيرة لانها كانت بها تتلاعب في الجزائر وبعدين انتقلت لنجيريا وبعدها تتلاغت خالص بسبب فيروس كورونا زي ما حضركم شايفين البطولات العربية بقت بتتحط على اجندات الاتحادات الدولية لما الاتحاد الدولي يقول لك انا متابع بطولتك الاتحاد عربي واللي هيجيب الرقم التأهيلي من البطولة العربية هيتأهل وده اللي دفع كام دولة 20 دولة يعني انا اللي اعرفه في البطولات العربية يعني كان اقصى حاجة ممكن تشارك حتى في اي لعبة مش في لعب القوة كان ممكن يشارك عشرة حداشر ممكن ساعات كنا بنوصل ست فرق تشارك النهاردة احنا بنلاقي عشرين دولة عربية مشاركة في بطولة لعب القوة ليه؟ عشان اللي قاله الاتحاد الدولي ان دي الفرصة الاخيرة طب ملاعب بدل ما روح اصفي في افريقيا وتأهل من افريقيا بروح بطولة عربية عندي فرصة تانية وخلينا اقول لكم ان مش بالمراكز بالرقم حققت الرقم بتتأهل على طول وانس ان انت حققت الرقم التأهلي بتتأهل لأولمبياد توكيو فايزان دي الفرصة الاخيرة احنا في شهر كام؟ شهر ستة خمستاشر ستاشر ستة والغات 22 ستة يعني تتأهل قبل أولمبياد توكيو بشهر ودي فرصة الحقيقة وده كان مبرر او سبب مشاركة 20 دولة في بطول عربية